بخصوص الوضعية الجوية أهلا مساء الخير ريضا مساء الخير مشاهدين الجديد إن شاء الله بداية من مساء يوم الأربعة سيدخل اضطراب جوي أو بالأصح سلسلة من الاضطرابات الجوية تكون محملة ببعض الأمطار من ضعيفة إلى متوسطة وإن شاء الله ستكون أمطار خير ستعرفها في بداية الأمر المناطق الغربية والوسطى لتنتقل المناطق الشرقية بالإضافة إلى ذلك درجات الحار القصوية الأخرى بحول الله تنخفض أو تعود إلى معدلها الفصلي لتخص أغلب المناطق الشمالية لذلك خلال الظاهرة إن شاء الله خلال الأيام المقبلة بداية من يوم الخميس أقول رح نسجد بحول الله ما بين حوالي 16 أو 15 إلى غاية 20 أو 25 درجة كأعلى مقياس على المناطق الشمالية وعليه فإن درجات الحارة الأخرى ستعود بحول الله إلى معدلها الفصلي مع صباحة يوم أو ظاهرة يوم الخميس المقبلة تبقى دائماً أجواء باردة خلال الصبيحة والفترة الليلية وروح نشوف مشاهدنا مع بعض الأمطار إن شاء الله لنسجلوها بداية من مساء يوم الأربعة تخلط تساقط الأمطار بداية من يوم غاد ثلاثة أقول إلى غاية يوم الخميس يوم غاد تقصيب قادمة مستقلة تبقى دائماً وضعية جوية مشمسة وصفية مع بعض السحب الخفيفة سجلوها على أغلب ولايات الوطن لكن بحول الله بداية من مساء يوم الأربعة اللحظوا مع بعض يدخل اضطراب الجو يدخل الأمطار إن شاء الله يجب أن تكون أمطار خير إلى المناطق الغربية والوسطة راح تعرفها في بداية الأمر كل من ولاية مستغانة وهران سيدة بلعباس مع أسكر شرف سعيدة كذلك البليدة المدية الجزيرة العاصمة بجاية حتى على ولاية تسكيكدة عن نابا وكذلك على قسنطينة الأمطار تشمل يعني بداية من مساء يوم الأربعة جل المناطق الغربية والوسطى لتنتقل إلى صبيحة يوم الخميس للمناطق الشرقية وتكون معتبرة محليا يعني الكميات راح تكون ما بين حوالي 15 حتى 25 مليمتر إن شاء الله وهذا طيلت فترة التساقط بالنسبة للتوقعات الطويلة المدى تشير بحول الله إلى غاية نهاية الشهر راح نشاهد سلسلة من الإضطرابات الجوية يعني بداية من يوم الأربعة مساء يوم الأربعة إلى غاية نهاية الشهر بإن شاء الله حسب النماذج الرقمية طويلة المدى تشير لأن هناك أمطار تكون متفرقة على فتاة نحن نشاهدوها إن شاء الله وتعرفها جل المناطق الشمالية للبلاد والحمد لله وبهذا يعني ندعو فصل خريف إن شاء الله بالأمطار إن شاء الله بالنسبة لتخير توزيع الكتلة الهوائية ودرجات الحالة المرتقبة خلال يوم الغد ثلاثة وإلى غاية يوم الخميس إن شاء الله يوم الغد قدمنا عن ما خلال الظاهرة درجة حرارة نوعا ما مرتفعة نسبيا بشمل البلاد نبقى دايما نسجل بين 25 حتى 30 درجة وبالنسبة اليوم الأربعة وحتى يوم الخميس مع دخول الاضطراب الجوي كذلك هيدخل الهواء نوعا ما بارد نسبيا سيعمل على خفض درجات الحرارة وعليه سنسجل إن شاء الله ما بين حوالي 16 و15 إلى غاية أعلى مقص حوالي 25 درجة إن شاء الله فيما يخص المناطق الجنوبية خلال الظاهرة تبقى دايما درجة حرارة في المعادل الفصلي سنسجل إن شاء الله ما بين حوالي 22 درجة إلى غاية 30 درجة كأعلى مقياس بجنوب البلاد أما عن الظاهرة والفترة الليلية ستنخفض درجات الحرارة أكثر فأكثر لذلك سنسجل أدنى مقياس حوالي درجتين فقط مرتقبة على جل المدن الداخلية للبلاد وبالنسبة للمناطق الجنوبية الهواء البارد تسرب خاصة على شمال الصحراء منطقة الواحد كذلك على الجنوب الشرقي بالضبط على مدينة تامانراس كذلك إليزي تكون أجواء جد باردة خلال الفترة الليلية وحتى الصباحية الآن مشاهدين نشوفوا مع بعض حالة البحر هو الآخر سيكون هناك بحر هائج بداية من يوم غد الأربعاء وإلى غاية يوم الخميس كما نلاحظوا في الصورة في بداية الأمحة يكون نوعاً قليل إطراب أو مطرب محلياً لكن يوم الأربع وحتى يوم الخميس مع دخول الإطراب الجوي ودخول الرياح لما تكون قوية سرعتها ما بين حوالي خمسين حتى ستين كيلومتر في الساعة كما نلاحظوا في الصورة ويرتقب خاصة يوم مساء يوم الأربعاء عن تصل سرعة الرياح إلى غاية سبعين كيلومتر في الساعة على السواحل الغربية والوسطى وعلو الأمواج ما بين أربعة إلى غاية خمسة أمتار مرتقبة على السواحل الغربية والوسطى مساء يوم الأربعاء وإلى صباحة يوم الخميس المقبل إن شاء الله إتجاه الموجة راح تكون غربية لجنوبية غربية على السواحل الغربية تكون غربية تماماً على السواحل الوسطى وتكون شمالية غربية إن شاء الله على السواحل الشرقية بهذا مشاهدنا أسلطي ورقة تحوال التقس نعود الآن إلى رضا الاستكمال بقية الأخبار شكرا جزيلا لك حسيبة طبعا لهذه المستقبلة